نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامنا مع تحريك أسعار السولار وأكد المركز الإعلامي صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش فقط دون أي زيادة مع استمرار تحمل الدولة فارق تكلفة زيادة سعر السولار وسدادها لأصحاب المخابز وأضاف أن الهيئة العامة للسلع التموينية تقوم بسداد صاف تكلفة إنتاج رغيف الخبز بالمخابز البلدية التي تعمل بوقود السولار طبقا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية مشيرا إلى شن حملات رقبية دورية على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية وذلك لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة وصرفه بشكل منتظم مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين